موسيقى مساء الخير بعد ليلة من الهوى العاصف والمغبر واللي تخطت سرعته 80 كم بالساعة ساقطت الامطار الموحلة صباحا وانخفض الدرجات الحرارة أكتر من 6 درجات بسبب تأثر تقص لبنان والحوض الشرق للبحر الأبيض المتوسط بمنخفة جو مصدره اليونان حامل معه أمطار مصحوبة ببرق ورعد وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلة الجمعة السبت رتوبة مرتفعة البحر متوسط الموج وحرارة 117 درجة ليلة تقصنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود لمعدلاتها السنوية وتساقط أمطار مصحوبة ببرق ورعد ببعض الأحيان وتكون ضباب على المرتفعات لبكرة الخميس تقصنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل مع برق ورعد وهبوب ريح قوية أحياناً وبكفة تقص المتقلب والممتر للجمعة مع تساقط أمطار غزيرة خاصة بالفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ليلة الجمعة السبت ولكن منطمنكن انه تقص الويك اند مشمس وحلو وتابعوا نشراتنا لنفيدكن بكل جديد نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 710 ميليمتر السنة الماضية 547 والمعدل العام هو 790 ميليمتر نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18 على المرتفعات 6 بالبقاء درجة واحدة وبالأرز درجتين تحت الصفر نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية بينه 16 الميناء 17 4 بالأرز العقورة 10 عرسال 9 17 بالصفر عين سعادة 15 بيروت 18 المختارة 11 وعين عطا 14 درجة رتوبة بتتراوح بين 55 و90 بالمية حرارة سطح الماي 17 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 20 و50 كم بالساعة رياح عم بتكون جنوبية غربية كيف رح يكون التقص لبكرة واليومين يلي جايين نهار الخميس بتتراوح بين 12 و 18 درجة الجمعة بين 11 و 16 درجة وعم نشوف تساقط أمطار ونهار السبت بتتراوح بين 13 و 18 درجة والتقص عم بيكون مشمس إلى غائم نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية ومنبدأ الجولة مع الكويت و 23 بغداد و 23 قدس 14 قاهرة 24 جزائر 18 قتنا 18 و 15 وبريز 12 درجة وهنا منكون نصلنا لنهية نشرتنا جوية اشتركوا في القناة